سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وعزائي وأسعد الله مساءكم دائماً بأفضل الأخبار والأنباء ولكن تبدو بعيدة الحقيقة أنا أرى دائماً الأسئلة والتعليقات والرسائل اللي بتجيني بقدر أحكي بصراحة وبتمنى ما حدا يزعل مني تتقبلوني أنا محب لكم جميعاً وإلا ما عم كرس وقت لنحكي سوا مؤلم أن يكون مستوى وعينا للأحداث كأمة عم بحكي كناس معنيين بقضايانا بهمومنا العامة لأنه مفشي بيجمعنا هون شخص هون مشتركنا هو العام مؤلم أن يكون مستوى وعينا للعام بعده محكوم بالعصبيات عم بحكي بصراحة شو يعني بالعصبيات؟ يعني واحد همه يقول أنه إيران بعد ليه؟ بيطلع الجهة اللي هو يدافع عنها مش مغلط وحداً تاني همه يقول روسيا تجرت فينا بيطلع كل محور المقام حرام ضحي يعني لحكوا عليه الروس وبيعوه حداً بيبدوا أنه وقف إطلاق النار اللي عمله حزب الله كان كارثياً وقاتلاً وغبياً وبيبلشي مثل ما بيقولوا يزد حكي كأنه هو منطقمري يعني وأنه كان على الجبهات وفيه بجسمه عشرين رصاصة يعني بوقت سيد المقاومة شهيد حدا بيطلع معه أنه لا طوفان أصلاً كان مؤامرة يعني أنه يحيى السنوار موساد استشهد الزلمة أنه هذا منظمينه لما كان بالسجن طلع عمل هاي وفوت المحور بالحيط وأخده للدمار يا إخوان نحن وعم نحكي هالحكي ويعدين نتسلى ببعضنا وننتفريش بعضنا نكسر ببعضنا نحطم بما تبكى من معنويات تجمع الناس اللي بتعنيها فلسطين نحولهم إلى أعداء متناحرين المبارح أنا بيمكن أو أول المبارح مثلاً عم بيحكي عن أنه من تداعيات الذي يجري في سوريا العراق العراق مش مهم تحط جيش على حدود لأنه الوضع الداخلي ستستنهض فيه عصبيات تهدد بحرب أهلية في حدا بيكتب لي رسالة طويلة عريضة حدا بيحترمه بحبه يعني كان يرسلني أحياناً بيقول لي أنت لاي عم تهاجم العراق نحن من حبك وطبعاً إذا قلت أنه المعارضة العراقية التي أصبحت فيما بعد هي قوى المقامة وأنا أحتربها وأقدرها كثيراً تناقضها مع صدام خلاها تقبل أنه تتساهل مع الاحتلال الأمريكي على الأقل في البدايات وبالتالي هذا بفسر أنه نحن أمام مشهد شبيه في سوريا اللي هو مده اليد للشيطان تحت شعار التخلص من الحاكم وطبعاً عم نشوف أنا من المحبين للرئيس الأسد والمدافعين والمتمسكين بس أنه ما فيك تنكر أنه في مشهد داخلي مؤلم هلا اللي عم تشوفه بالسجون وغيره وكذا بفسر لك يعني كثير من لكن هذا ما بيفسر مرابط الفرس ليش الناس رايحة متقبلة تكون عند إسرائيل وعند أمريكا وعند تركيا شو الشيء المهم اللي عم بيصير الشيء المهم اللي عم بيصير هو هالحكي لبيناتنا من وكيف وشو ومين باع مين ومين غلط ومين المسؤول ومين الشيء المهم اللي عم بيصير هو اللي عم بيقوله نهتنياه هذا الشيء المهم الشيء المهم اللي عم بيصير هو اللي عم تعمله إسرائيل نسينا إسرائيل ما حدا منتبه شو عم تعمل إسرائيل ما أحدا منتبه أنه في رابح كبير 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 وفي مجموعة خاسرين قاعدين متفضين لبعض مجموعة خاسرين شغلتهم يكبوا على بعض كرة النار مجموعة خاسرين شو يعني سوريا أنتوا عارفين شو يعني سوريا أنتوا عارفين ماذا يعني أن سوريا الدولة ما أنسوا مين رئيسها سوريا الجيش العربي الوحيد اللي بقي محافظ على هيكليته وعقيته المقاتلة لإسرائيل الآن يسحب من الخدمة يدمر كله سفن حربية طائرات صواريخ مدرعات معسكرات مصانع بنا كله هذا الخطير الباقي طيب الناس عم تحتفل بأنه تخلصت من نظام تعتبر بأنه آذاها وآلمها وتسبب لها بكوارث نحن مش طرف بهالموضوع نحن مش طرف الدفاع عن النظام بهالموضوع أبدا ولا ممكن نقف ندافع عن مظلومية أي إنسان أي إنسان مين مكان حتى خصم لكن السؤالنا هو مش هون ما فيه إمكانية تكونوا عم تتحرروا من هذه المظلومية وعم تحفظوا مقدرات دولة سورية اللي هي لكم بالآخر هاي مقدرات كن أنتو هاي مقدرات هذا الجولان مش لحافظ الأسد وبشار الأسد هذا جولان السوريين وجولان العرب شو راح الجولان عم يقف نتنياهو بيقول لن نعيده تحت أي ظرف من الظروف هنسمع رد على هذا الكلام والله عمره ما يرجع الجولان لمن راح مش لحافظ الأسد كويس إذا هذا هي حدود الوعي الوطني والوعي القومي هذا معناته نحن ننهار وننحدر بسبب هذا المستوى من الوعي الآن إذا سوريا وتدمير مقدرات سوريا ما بهم وإنه هلأ مش وقتها هلأ وقت تشكيل حكومة جديدة في سوريا هاي الكارسي الكارسي أنه نحن ما عم ننتبه أنه في شي ضخم جدا هائل جدا كارثة كبرى جدا تحدث الآن هذا أخطر من اتفاقية سلام اللي عم ينعمل بصراحة عم ينعمل أمر واقع تنضي اتفاقية ولا ما تنضي آخر همه صار نوتانياهو دولة سورية قادرة على أن تعيد المواجهة ما بقى فيه أصبحت جزء من ذكريات الماضي حرية الحركة في الجغرافية السورية مفتوحة بيوصل على حلب إذا بده على حلب مين بيقول له لا مين بيقدر يتصدّاله هيا أصلا على كل حال طيرانه اللي كان ممنوع من التجوال في الأجواء السورية منذ عام 2018 كان يقصف من جو لبنان ومن البحر ومن فوق الجولان هلأ عم بيجزدر بالأجواء السورية أصلا خلص البطاريات الصواريخ خلصة المطارات خلصة الدبابات خلصة مصانع الأسلحة خلصة طيب هوا مش لسورية يعني هوا ملك شخصي أبدا وأنا بالنسبة إلي يعني أنه التشفي بأنه حماس عم بتبارك رجاءً رجاءً أنا عامل هالمنصة لحتى نحكي كلام مسؤول مش لنفيش خلق مش لحتى يعني نعور ببعض نبعد بعض نبلش يعني كنا شي بطلوع الروح لوحدناه مع بعضه ونرجع نفرطه شو منستفيد حداً بس هيك يفكر بهدوء إنه إذا قلنا إنه حماس هي لغم موقوت بقلب هالبيئة الشيعية خليني أحكي الأمور مثل ما هي عاجب نتخبى وراخيها لأصبعنا شو الهدف من تحميل حماس الهدف من تحميل حماس إنه الشيعة مخلصين والسنة خونا شو استفدنا شو منستفيد يعني أنا عم بخاطب الشيعة اللي محمسين ليحملوا حماس إنه هني يعني إنه نحن الأنقياء الأطقياء وأولئك خونا وحقهم بيصيروا كلهم داعش عظيم بلى فلسطين وخلي نحتفل بإسرائيل وخليها تاخد الشام وتوسع هذه إسرائيل الكبرى جديرة بالحياة إذن الإمام الخميني ماتوا غصطوا كلها كيف يقدر يعمل وحدة إسلامية مع مين تعمل وحدة إسلامية يعني وحدة الشيعة مع من مع السنة ومين بالسنة معيار المقامة معيار من يحمل راية فلسطين طيب طلعت حماس حاملي راية فلسطين مش على المصطرة على إياس مثل ما بدك إياها وما رح يكون في حدا على إياس حدا لا أنت عم مصطرتها ولا هي عم مصطرتك أنت مصطرتك أطول مصطرتك أقصر مصطرتك أعرض مصطرتك أديا مش مهم المهم الوجهة الوحدة هي شو في مقياس للمقاومة أكتر من الاستشهاد حماس بقد ما يكون قادتها شو هذا افترقنا بمرحلة الحرب على سوريا وافترق منطي وطبيعي لأنه مسألة تثير الالتباسات لكن رجعت حماس ورجعنا على محور واحد هلأ ما نرجع نضحي بحماس لأنه قسرنا سوريا عساس عنا ترف الخسائر يعني هلأ مرتاحين نحن بوضع قوي جدا وبحماس وبلا حماس بس إسرائيل هيك نفختان بتوقع أنا بس بحب أعرف هول كيف بيفكروا اللي بيستسهلوا يزدوا هالكلام كيف بيفكروا اللي بيستسهلوا مثلا أنه يفسروا كلامي بطريقة نابعة من عصبية أنه يا أخي العراق ولبنان وشوريا وفلسطين وإيران ما حدا من كياناتنا مقدس ليصير عصبية تعمل عليها نعارات مع الآخرين معنى شي يعني خلينا شوي نفكر بعقل فكر بعقل المعارضة السورية اللي استلمت سلطة خسرانة الرئيس بشار الأسد وحزب البعض خسران ليه؟ لأنه إسرائيل رابحة محل ما بتربح إسرائيل ما حدا بيربح إسرائيل لا شركاء معها بالربح مش التركي مش التركي هلا نفكر مبسوط بالربح ما ربحان خسران ما في محل بالمنطقة إذا مصدق هو في محل زعامة تتقاسمها إسرائيل مع أحد موهوم موهوم بكرة بطيحول أردغان وبشأف تركيا وهي الدولة الكردية ستكون هي المستقبل الجديد في المنطقة ما جديب اللي مصدقين أنه رح ينسامح لهم يبنوا دولة موحدة في سوريا والعثمانية الجديدة العثمانية الجديدة هي جسر عبور هي مطية في مشروع واحد بالمنطقة اسمه المشروع الإسرائيلي كل الغرب مصطف ورا وإذا حدا مبسوط مفكر طيب يا خي ماشي أنا ما عندي مانع تقول تخلصنا من الأسد ماشي بس ابقى منتبه أنه في مشروع إسرائيلي ابقى منتبه أنه ما في عندك مستقبل بالمنطقة على قاعدة تعايش مع إسرائيل شو بهمني هلأ كل النقاش بأنه لماذا حدث ما حدث إذا ما بده يكون هو مدخل لنستفيد من شان بكرة لأنه هاي المعركة ما خلصت هاي المعركة تعرفوا أين تبتخلاص لما بتنعمل إسرائيل الكبرى لما بتصير إسرائيل على حدود إيران دمرت المقدرات الإيرانية وأخدت الفرات ولما بتصير إسرائيل أخدت النيل ودمرت المقدرات العربية ولما بتصير على حدود الكعبي والمدينة هذا هو المشروع الإسرائيلي معلش هذا شو بدي بقال السفير الإيراني مرحبا يعني كلام جميل وحلو وعظيم بس واقع الحال هذا هو الحال الحال نحن الآن العقدة الصلبة اللي اسمها دولة 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 بتعرف شو يعني مقدرات دولة تعرفوا أنه التطور اللي كان بيلغيته الدولة السورية في معامل الدفاع ومصانع عم بحكي على الشباب السوريين نسولي الرئيس بشار الأسد عم بحكي على هول المهندسين والعقول والضباط الكبار اللي ظلت إسرائيل وأمريكا يلاحقوا العقول العراقية ويقتلوهم بالشوارع بعد احتلال العراق والآن سيفعلونا الشيء نفسه في سوريا نهار الجيش السوري مثل ما نهار الجيش العراق إلي عتب كبير منقاش كبير بس مش وقته إنه قول يمكن كان أفضل يعد الرئيس الأسد مع أردغان وما نوصل لهون كنا حفظنا على قليل مقدرات الدولة السورية بس عم تعاتب مين عم تعاتب أنت رئيس تنحى يعني خسر السلطة حمى وحدة بلده بالحد الأدنى الممكن عندما شعر بأنه غير قادر على القتال يمكن ما كان عنده تقدير أنه الجيش مش حيلبي بهذا الشكل وما لبى الجيش بسبب شو ما بنعرف بعد حقيقة بس إنه هذا إذا ما بنعرف ما بيفيدنا النقاش بس أنا أقول إنه لو المعطيات الموجودة عند الرئيس من قصة حلب إنه هذا الجيش ما نقادر على القتال بغض النظر عن الأسباب الذهاب إلى تشوية بأي ثمن يحفظ الدولة لأنه هلأ خلاص ما بقى في دولة هلأ ما بقى في دولة هلأ أنه شرط السماح بقيام دولة في سوريا هلأ عم بفاوضوهم على منشيل اسمكم عن الإرهاب ما بيل ما بيل شو ما بيل دولة منزوعة السلاح فيها جيش أقرب للشرطة حدود تسليحه إسرائيل بدأت رأبه مثل ما عم بيحاولوا يعملوا هلأ بالنسبة لعزب الله بلبنان وأنا بيلكن لهالسبب الإسرائيلي بيعمل اتفاق هلأ مع غزة لأنه ما عادت بالنسبة له هي القضية هو عمل ربح ما فوق الاستراتيجي مش استراتيجي ما فوق الاستراتيجي اللي اسمه التخلص من قلب محور المقامة في محور مقامة الآن بدون سوريا كيف ما إذا الناس نزلت تسلخ جلد بعضها هلأ بعد ما يعني وننطر المزيد من الخسائر لأنه الإسرائيلي ما حيوقف الإسرائيلي هون ما حيوقف الإسرائيلي هلأ بده يهضم انتصار سوريا يصفي كل مقدرات الدولة السورية ونحن بعدنا عم نحكي واحد بيقول السجون بسوريا واحد بيقول مين بيع مين واحد بيقول روسيا بعتنا واحد بيقول إيران بعت واحد بيقول كذا هو مكمل هو مكمل تدمير وتوسع وفرض أمر واقع واتفاقيات مع الدول وبيبلش بكرة بناءه ودعمه ومؤازرة بيعمل الدولة الدرزية بالجنوب مش معناته أنا عم سيء للدروز دروز وطنيين وعروبيين بس عمقول هو شو مشروعه بيستعمل مجموعة درزية وبالقوة بيعلنهم ومالدولة ومنها بيطلع على الحدود السورية العراقية التنفلي والأمريكان بيوصل على شرق الفرات كوريدور وبصير عنده حليفين واعدد النص السوري اللي هو 80% من سوريا أو 70% أو 60% من سوريا بين هاتين بين فكاي الكماشة في الجنوب دولة تابعة مثل دولة لحد وبالشمال دولة حليفة وهي الدولة الحليفة رح تبلش باب تركيا والعراق وإيران طبعا ما حدا بمنأة أنا والله هيك بقرى الأشياء يعني أنا لا تويخزوني اللي موجتهم في القراءة ناطرين مني أني يقول الروس عاطلين والله هذا والإيرانيين عملوا وسووا واتفاق وإطلاق النار كان خذلانا لغزة والطفان اللي عملوا السنوار كان مؤامرة على محور المقامة يا أخي ما رح تسمعوا مني هذا الكلام ما رح تسمعوا مني هالحكي واللي يعني ما بيحب يحضرني لأنه ما حيسمع هالحكي بتقبل هالشي ما عندي أنا مش عم فتش على قديش الفيوز وقديش المشاركين وأنا عم فتش على المهتمين بأن يحصلوا من فمي على كلمات مفيدة على ما لا يحكوا على الغرائز على ما يخاطب العقل على ما يبني وعي على ما يؤسس لي مفهوم حقيقي في النظر للأشياء بصراحة يعني يعني فيني يحكي كلام شعبوي والله سهل بلاش الكلام الشعبوي يلا سواء أنه قفت هون مثلا على على هتل أو على هتل أو على هتل وبلشت بالباقيين أخذت ضفة طائفية أو ضفة عصبية أو بس هذا مش أنا أنا حدا من يعني من خمسين سنة بلش بالعمل العام على خلفية خيار إليه علاء بفلسطين لا كانت انتصرت الثورة بإيران ولا كانت شكل عم بيحكي بالأربعة وسبعين ولا كانت شكل حزب الله ولا كانت ولدة حماس أنا بنسبق لي فلسطين لا تزال بوصلة والمقاومة لا تزال خيار وعلى هالأساس أنا أحلل المنطقة وأفهمها أنا أميركا يعني ساقة بتمرى توماس فريدمان ليه اسمه معروف يعني كاتب المقالة الافتتاحي بنيورك تايمز إيجا على بيروت عم بيوقع كتابه هذا سيارة الليكزيس وشجرة الزيتون شجرة الزيتون وسيارة الليكزيس وبعتولي نسخة منه وإنه مستر فريدمان يعني جاي وحابب يعمل ندوة نقاش عن الكتاب وبيتمنى إنك تكون أنت مشارك بالندوة عاملينا بالسفارة قلتنوا على السفارة أنا أبطلع قال طيب أعطينا وقت رجعوا بعد شي يومين ثلاثة قال نقلناها على الأوتيل فينيسيا ممكن تشارك قالوا أوكي فأنا سألته هوني قالوا شوف أنا أمريكا نفسها ما عندي مشكل معها كأمريكا حتى مشروع الهيمنة وفهمان مشروع الهيمنة ورؤية أمريكا التسلطية والاستكبارية لكن أنا مشكلتي الجوهرية كعربي ومسلم مع أمريكا هو إسرائيل وطالما أمريكا بتطلع بعيون أمريكية بكل العالم بس توصل على منطقتنا بتصير تطلع بعيون إسرائيلية فما في إمكانية لنكون نحن وأمريكا على توافق فأنا بالنسبة لأي لها هي البوصلة أنا هكذا أفكر ولذلك يعني القضية هي هون قبل إيران هذا الحكي خياري وقبل حزب الله هذا خياري وقبل حماس هذا خياري وأنا فرحته بمحور المقاومة لأنه عبر عن تجميع لإمكاناته ومقدراته وبناء حزبي وتنظيمه وعسكري في مواجهة إسرائيل مش شيء تاني يعني وأنه جامع عابر عقائد وأديان ومذاهب هذه بتفرح لأنه هذا يعني أنه في حالة نهوض على مستوى الأمة يؤسس لها هذا المحور وطبعا المحور هو مش جغرافية متصلة بالضرورة يعني هو هذا التكوين لذلك أنا لن أشارك بهدمه يعني البعد الفكري في محور المقامة لهو تلاقي حماس وحزب الله وأنصار الله والحشد الشعبي والمقامة العراقية وإيران وكل البنى النظيفة في سوريا التي لن يطول الزمن قبل أن تعود لتحضر وإن شاء الله بتكون مشتركة إسلامية قومية يسارية لأنه رأيي سوريا الدولة إعادة بناء دولة مواجهة دولة مواجهة هذا ما عاد يصير هذا ما عاد يصير وبالتالي اللي ممكن يصير الآن أي الناس بتشتغل على بناء مقاومة بسوريا لأنه الناس تترك الجولان وتسلم بأنه إسرائيلي في جزء من الشعب السوري ما حيقبل هشي مثل موقت اللي صار الاحتلال بلبنان دولة اللبنانية كانت ماشية وعمل اتفاء وفي جزء من الشعب اللبناني كان ماشي وعم بزقف للإسرائيلي وفي جزء آخر حتى ببيئته ما كان له تأثير يعني حتى البيئة الشعية ما كانت جاهزة للمقاومة من البدايات هي جهزت للمقاومة ولكن مش من الأول كانت ما عندي مانع يعني اللي حماس بارك تتبارك خلص هذا الموضوع صار ورانا هذا الموضوع صار ورانا الرئيس الأسد لم يعد موجودا في السياسة السورية في دولة سورية جديدة تتشكل على قاعدة دولة مواجهة ويقبل بأن تكون دولة منزوعة السلاح وغير هيك ما رح تتشكل دولة بسوريا ما رح يعترفوا فيها وما رح يقيموا معها علاقات وما رح يرفعوا عنها العقوبات أنا عملكم من هلأ هذا دفتر الشروط الأمريكي أنه جاهزين بنرفع عقوبات ونفتح فلوس ومن كذا ومن اعترف فيكن ومن ناقش أنه نحن قدام وضع ما له علاقة بالإحباط أنا ماني محباط أنا كنا بظروف 82 وما أحبطت أنتوا بدكن أنه نحن راح ين عن نصر لا مش راح ين عن نصر أنا بفهم الإحباط لما بيقولوا الواحد أنه تعون نرمي سلاحنا تعون نسلم 82 الإسرائيلي كان ببيروت والأمريكي حل لمحل وما نهزمنا وما قلنا أنه لازم نمشي بالموضة ونحكي مثل ما بيحكوا وبينا نقول نحن ما نهزمنا وبدنا نقاتل الظرف أحسن مليون مرة وإسرائيل النكسات التي تلقتها هو يقول نتنياه وأنا أعدكم بأن إسرائيل باقية إلى الأبد أنه بمعنى طلعنا من المأزق الوجود أنا أعدكم أن إسرائيل مأزقها الوجود لا حل له وأن الضربات التي تلقتها منذ الطفان حتى اليوم وضعتها على مكان لن تستطيع فيها أن تتخلص المأزقها الوجود شكوك عند اليهود بقدرة إسرائيل على البقاء هي الأهم ما يحدث في الوعي عند الناس هو الأهم هي الآن متفردة في القوة مظبوط لكن هل هذا يجعلها قادرة على معالجة أزمتها الوجودية لا الشكوك ما حدث مرة يمكن أن يحدث مئة مرة ألم يحدث مرة أن دخلت غزة على الغلاف الذي يبلغ مساحتها ثلاثة مرات ودمرت كل القوات الإسرائيلية فيها بلا حدث ألم يحدث أن حزب الله لم يأبه لا للمعادلات ولا لقواعد الاشتباك ولا للقرار سبعة سفر واحد وأبقى شمال فلسطين المحتلة تحت النار لسنوات لسنة وشهرين حدث ألم يحدث أن كل القوة العسكرية الإسرائيلية لم تستطع أن تبعده وما أدروا طيب هذا كله شو بيقول ألم يحدث أن النيران الآتية من شمال فلسطين يعني من جنوب لبنان وصلت إلى غرفة نوم رئيس حكومة الكيان هذه من 76 سنة تحدث للمرة الأولى بيقدر يبيعهم أمن سنتين ثلاث سنين ويمكن أقل السؤال هل عنده جواب بيقولهم لن يحدث مرة أخرى ما بيقدر ما في جواب ولذلك الثقة بأن الكيان باق إلى الأبد مثل ما عم يدعي ما بيقدر يبيع على حدا ليش بعده مرعوب لكان من اتفاق مع غزة إذا هو واثق من بقاء الكيان فخلينا بالمفيد خلينا بالمهم نحن عم نحكي عن بناء أمي نحن عم نحكي عن تحرر بلاد نحن عم نحكي عن مواجهة عدو نحن شوف هذا هلا اللي بيقولك اعترف أنك أخطأ وهذا طيب شو بتعمل بها العالم اللي قضيته النكايات والكيديات والولدنات والكلام الفاضي تحكي أنت على مستوى التحدي إسرائيلي وعلى مستوى الخطر الاستراتيجي وعلى مستوى هذا وفي حد يعني مستوى هاي برأي هذا المستوى من الوعي مرعب يعني هذا المستوى من الوعي لا يبني أمم لا يبني بلاد هذا المستوى من الوعي يعني خرج أهوة يعني أهوة أبو العبد بيعد الوعي بيعد أرجيلي آيش يا با طيب آيش يا با خيروح شوف لك شيء محل تاني للآشي يا باب فك عينا يعني نحن هون ما فيه آشي يا باب نحن هون ناس منفكر منستخدم عقولنا من ناقش قصص بلادنا منفكر فيها منحمل همها منحاول نحلها فأنا ما يعنيني اليوم إذن الأمرين المهمين في الحقيقة الأمر الأول هو خطاب نتانياهو اللي أنا برأيي هو خطاب حاول هو يبدو ماخد خطاب بن جوريون عند تأسيس الكيان وسارئ منه جمل وعبارات وهذا ليبين أنه هو الزعيم التاريخي وأنا بلكن بصراحة أنه بعد الذي جرى في سوريا ضمنا نتانياهو أن يعاد إنتاج رئاسته لأنه هلأ حتى عم يحكي على المحكمة والقضايا القانونية المثارة بلغة أخرى بتعرفوا ليش؟ مش لأنه الذي جرى صار يجعل صناع القرار الكبار يعني بالمؤتمر اليهودي العالمي بالحركة السهيونية العالمية بالمخابرات الأمريكية بقلب المؤسسة الإسرائيلية يعتبرون أن التخلص منه الذي كان ضرورة من أجل تجنيب إسرائيل المزيد من الخسائر الآن أصبح ضرراً كان ضرورةً فصار ضرراً لأنه منتصر وربحان وهذا خلينا نستعمله أكتر لخدمة المشروع الإسرائيلي فرح يتمسكوا فيه وبما أنه رح يتمسكوا فيه بيسكروا المحكمة يعني بلفلفوها وبالتالي هو صار معنوياته وماخد كلام يبدو حتى حكي هيك أنه أنا رايح بكل الشجاعة ما عندي شيء خاف منه وسأواجه وسأفند وسأسقط كل الاتهامات ليش ما كان عم يحكي هيك قبل كان يفتش على أعزار من الموساد ومن الشباك أنه أنا مهدد وهذا جيبولي سبب لحتى ما روح على المحكمة فإذن واضح أنه نحن قدام تحسن في شروط الكيان لكنها لا تحل المشكلة الوجودة نحن قدام إصابات بالغة في جسم محور المقامة لكن قدام خسارة استراتيجية بسوريا الإصابات محمولة بحماس وبحزب الله كلها قابلة يعني الزمن يتكفل بتعويضها لأنها لم تصب لا الأرار ولا البنية ولا القدرة البنية البشرية عم بقصد يعني وبعدها حماس عم بتقاتل وبعدها حزب الله قادر على القتال لكن الذي جرى بسوريا هو والذي يجري الآن أنا مش عم بحكي الذي جرى بإسقاط النظام ما عم بحكي عن هذا عم بحكي الذي جرى اليوم في سوريا أمس واليوم الذي يجري في الغارات على سوريا هذا اللي عم بقصده تدمير قدرة الدولة السورية تدمير بنيت كل ما له صلة بالإنتاج العسكري كل ما له صلة بالمطارات كل ما له صلة بالصواريخ كل ما له صلة بالشبكات الدفاع الجوي كل ما له مطارات الطيارات وأنا بيستغرب في واحد يعني مثلا سوري مبسوط بالموضوع بيعدهم وبيطلع فيهم أخبار يعني أنه صار فيه دمروا السفن الحربية أنه هؤلاء مين؟ هؤلاء مين عم يخسرون يا عم؟ الدول بتتباهى عادة حتى المعارض يعني نحن أنا بتذكر كنا أول وعينا يعني ما كنتش حب الدولة اللبنانية بهية كلها وهذا بس كنا نروح نحضر العرض العسكري للجيش ننبسط فيه هذا جيشنا يعني فنشوف أنه عنا كم طيارة ميراج وعنا بعد شوية نسد نحن يمكننا أول من أمريكا والله كنا 7-8 سنين أعمارنا يعني فلما نشوف الدبابات ونشوف هذا فيه حدا بيمبسط أنه قدرات دولته العسكرية تدمر وما حاسس أنه هذا الأمر خسار عليه أمر غريب عجيب يعني على كل حال أي عربي بيعرف أنه في محل واحد على مستوى الأمة العربية ويمكن يكون بالجزائر أيضا فيه جيش عقائدي قوي وقادر وفيه سوريا سوريا بما أنه على حدود فلسطين بيصير إلوئيم استراتيجية أكبر وأنه كيف هالدولة بنت تحت العين الإسرائيلية وعبرت سنوات وسنوات وسنوات وضحت وتحملت أثمان والشعب السوري رفع أثمان ما في شك أنه حتى تحمل عذاباته مع النظام يا أخي ماشي حصيلة كل هذا كانت هالمقدرات وكانت حماية هذه المقدرات هي مسؤولية سورية عامة راح النظام وراح رئيس النظام وهذا بس بيهول وبيهول اليوم بكل أسف أنه يجري تدميرهم تحت أعين السوريين أنا بدي أقول لكل اللي معتقدين أنه فيهن يفرحوا بهذا التمدد الإسرائيلي أو يجاهلوا معمول يفرحوا فيه هذا التمدد الإسرائيلي بلا سقوف بصراحة هذا التمدد الإسرائيلي على جدوى الأعماله أنه يتخلص من النظام الأردني وأنه يهجر فلسطينيين ضفة ويرتاح تصير فلسطين من البحر إلى النهر خالصة من اليهود ما فيها إلا يهود بيحمل غزة انتبهوا وممكن يحملوا الداخل 48 غزة لأنه ينفصل عنها ويقول هاي الدولة الفلسطينية روحوا عملوا دولة بغزة بس بالضفة مستعد يعمل هذه المقايدة ضفة وقدس ما عنده مانع ويتحمل هالكمية من الفلسطينيين الموجودة بأرض 48 اللي صار له 70 سنة بيشغل معه وقادر يديرها يعني قادر وإذا انتهت قضية فلسطين كقضية وأخرج الفلسطينيون من الضفة الغربية هي لحالة هذه المجموعات العربية الفلسطينية الأصيلة النظيفة الطيبة المقلصة ستكسر عزائمها وبالتالي مشروعه كبير ضفة أردن طيب شو بدنوا يعملوا الأردنيين هذا سؤال شو رح يعملوا بالضفة شو رح يعملوا الفلسطينيين انسوا مين مع بشار ومين ضب بشار يحكوا بهول ومبين من الطريقة التي يتصرف فيها في سوريا انه حدد ساعة الصفر وأقلع بالمشروع هون بدي يعني هاي الأردن طيب بعد سوريا بديوا يرأي هندس الديموغرافيا والجغرافيا السورية بدولة في الجنوب ودولة بالشمال اللي هو عم بيقولون مبارح حكاهم يعني جدعون ساعر خصوصية درزية وخصوصية كردية يعني عم بيوجه رسالته لللي وصلوا على الشام انه لا تفكروا في امكانية انكن تعملوا وحدة كاملة في سوريا لا تفكروا فيكن تفوتوا على الجنوب ولا تفكروا فيكن تروحوا على الشمال فيكن تعملوا اتفاق مع الجنوب تعترفوا بخصوصية وتكون بعهدتنا وفيكن تروحوا على الشمال وتعملوا اتفاق ويكون بعهدة الأماركان والأمريكان اللي كانوا ناويين يطلعوا من سوريا وهي التصريحات موجودة لترامب هلأ ما في غير قوة الله بتطلعون ليش ما نيطلعوا هلأ بنكبروا القواعد بالشمال وهي الأيام جاي هاي الخمسمية والستمية والسبعمية عسكري رح يصيروا خمس تلاف وست تلاف وسبع تلاف وبالتالي في مشهد جديد في المنطقة مشهد لا يفرح لكنه يحتاج إلى مستوى أعلى من الوعي وإلى مستوى أعلى في الاستقواء على العصبيات في الخروج من الولدنات والسخافات وكب الكرات على بعض وكب الحرام على بعض واتهام بعض والإساءة لبعض والشتائم لبعض في عدو متربص فينا كلنا وهذا العدو ما بيتواجه بأنه نعد نشقف بعضنا هذا العدو ما بيتواجه إلا بالوحدة إلا بلغة الوحدة ولغة الوحدة ما بتتم بالتطابق إنه بدنا نكون منفكر مثل بعضنا بتتم إنه نحترم إنه نحن مختلفين ما عنا قراءة واحدة لكن مؤمنين بأن هذا عدوك وعدوي في آن واحد المشكلة إنه هاي هي المشكلة إنه أنا من أجل عداوتي معك مستعد غض النظر عن عداوتي مع إسرائيل أو عما مش عداوتي مع إسرائيل عما تدبره إسرائيل لبلدي ما عندي مانع الكيدية بالعقل العربي أكبر من القضية وفحصوا بتلاقوا إنه هذا الحكي صحيح إنه الكيدية أعلى مرتبة من القضية هذه هي الحقيقة وبالتالي بدنا نوصل لمرحلة تصير القومية أي القضية أعلى من الكيدية بس مش طالبين شي تاني إنه نعترف إنه نحن بيئات مختلفة مذاهب مختلفة أديان أوطان طريقة تفكير أمزجة ثقافية لكن عنا جامع مشترك إنه هاي المنطقة لا تقدر تعيش بأمان واستقرار وتساكن لازم الصهيوني يكون فيها إذا ما نزال ضعيف لأنه الصهيوني القوي ما رح يرحم حدا وأنا بدي أقول للأتراك والروس بصراحة لأنه هني قوتين كبيرتين يمكن الآن عندهم يعني نوع الروسي عنده قدر من الشعور بأنه حصل على بعض الأمان أنا برأيي الروسي لم يحصل على أمان روسيا بخسارة سوريا صار سقفها تعمل اتفاق مشرف بأوكرانيا وترجع دولة إقليمية ما فيها تكون دولة عالمية بدون سوريا ما فيها وتركيا الموهومة الآن بأنه هي تضخمة بحجم مصالحها وحجم حضورها وهي دولة السنة الأولى في المنطقة عن جد هايك هاي الصورة ستسمح إسرائيل بأن يكون في دولة قوية في المنطقة مضطرة بدي تأخذ إذنها أول جواب جايهم للأتراك هو المسألة الكردية وإذا مفكرين فيهم يتفقوا مع الإسرائيلي على موضوع إزالة الكيان الكردي ودمج الأكراد في الدولة السورية موهمين موهمين لأن المشروع الإسرائيلي أصلا مش مهم الولاء السياسي للدول مصر كامب ديفيد كلها ما بتهمون بهمون مصر يشأفوها يصير فيها كيان قبطي وكيان مسلم ويتناحروا ويتآتلوا واثنين حلفة لإسرائيل هذا اللي بهمون وبهمون العراق يصير هايك وسوريا تصير هايك ولبنان يصير هايك ولذلك اللي بده يتساهل بسكر مال الكيد والنكاية مع هذه المخاطر وتصير كل حركته وفكره وتعليقاته مبنية على الكيد بإخوته حتى لو ظالمهم أو ظالمينه هني قضيته مش قضيته هذا المشروع فيه يكون هايك يعني فيه يكون أحد أسباب مزيد من الخسائر الأم معودة أنه أولادها بيجيبوا لها الخسائر مش أول مرة يعني وبسبب إهمالهم للقضايا وإعلاءهم للأحقاد مش أول مرة ففيه يكون من هذه الفئة ما هي حقيقة الأمر الأخير اللي بدي يقوله لنفكر فيه يعني هل أن الذي جرى هو مخطط محكم لنكتار عم بيفطردوا هيك أم أن الجميع تفاجأ حتى اللي فاتوا على الشام تفاجأوا واللي وراهم والتركي تفاجأ والأمريكي تفاجأ والإسرائيلي تفاجأ والسوري تفاجأ والإيراني تفاجأ والروسي تفاجأ لأنه فيكتار طال معهم أنه هاي الخطة المحكمة أنا رأيي لم تكن خطة محكمة أنا رأيي أن الذي جرى في حلب فتح العين وخلق ديناميكي صارت نجرب حما عندها بيّن أنه لا فيه إمكانية هون ركب المجروع مش صحيح أنه كان من الأول فيه تصور كامل كيف نستطيع السيطرة على سوريا ومعمل له مهندس ومزبط وهلأ أنه كانت محسوبة وكانت مدروسة قوات كافية لحلب وحمى وحمص والشام ما عندهم المعركة كان هاي حدودها وأنه بتخلق مناخ تفاوضي وأردوغان تتذكروا باللحظات الأولى أنه قلنا له تعمائجة آملا بأن يأتيه قبولا عن طريق روسيا منقعد هون ومنحكي أصلا هني حلب كان الرهان هو على الريف الشمالي وأنه من أمن إدلب أمنيا هاي الحقيقة هايك وأنا واثق من اللي عم بحكيه ويمكن الروس هون بشوي بسبب أنه كانوا عم يدعو للرئيس الأسد أنه يقبل التفاوض مع التركي ومش قبلها أنه مش ممانعين يمكن بعملية تكتيكية محدودة ويمكن الرئيس الأسد لأنه الروس مش هدا ترك مجال أوسع ما بعرف حقيقة ما بعرف بس الأكيد منه أنا أنه بسبب سوء تدبر في المكان الذي يجب أن يتخذ فيه القرار الجيش أعلى من الجيش أعلى من الأعلى من الجيش ما عندي جواب لكن قطعا أن أصحاب المشروع حتى بايدن ونتانياهو فوجئوا باللي صار فسارعوا للاستثمار أنتوا بتسدوا مثلا أن دول الخليج بتوافق على يصير هاي الجماعات تسلم سوريا ما بتوافق بس ما عاش إلى كلمة أصلا خلاص فلت لصة ومشيت صار كيف بدنا نطوقة الأردن أنه رأيه موافقة على هذا التدبير أبدا هذا الذي جرى فاجأ أصحابه ولم يكن في حسبانهم ونحن قاعدين نحلل ونفسر مين باع مين ومين الكل كان متفاجئ وأنا عشان هيكلت أنه يمكن أنا بهالمجال بقول إذا الرئيس الأسد ما بعرف إذا معطياته كانت بتقول أن الجيش ليس جاهزا للقتال وليس بوضعية القدرة على القتال يمكن كان متفائل أن الجيش لا مجهز ومحضر أو كان عم ينحط بأجواء أنه بس حمى هلأ هلأ حلب بس بحمص المعركة وفي وقت معركة حمص بأنه الأوامر العسكرية هي انسحاب وعندها بلش يعني بعد ظهر ثماني الشهر سبعة الشهر فما حدا بيعرف بس القطعا قطعا أنه ما كان في شيء اسمه خطة جاهزة لمعركة فاصلة تنهي سوريا بأيانا هذا مش صحيح هذا تبرير هلأ الربحان لازم يقول هيك لازم يقول هي خطتنا العبقرية التي نجحت في السيطرة لكن واقع الحال مش هيك الأمور فلتت يعني من جهة طرف المدافع فوجئ بعجزه والطرف المهاجم فوجئ بقوته أو فوجئ بضعف المدافع وركبة التشوية من فوق بعد هذه النتائج أبل حمص فلا نفات على حمص عسكريا ولا نفات على الشام عسكريا نفات تحت الاتفاق بس هالاتفاق خلينا نتفق نحن على فهمه أن من ضمنه دولة منزوعة السلاح واللي عم بينفزه الإسرائيلي الآن ما حدا بيقدر يعترض عليه لأنه هذا من شروط الاتفاق هذا اللي عم بصير وهذا الخطر وشو بيفيدني أنا أني يقول المحور غلطان والمحور من هذا وأنه الطوفان كان غلط وأنه وقف إطلاق النار كان غلط وأنه إيران باعت وأنه روسيا باعت طيب شو بيرجعوا لي هول ما بيرجعوا لي شي ما بيرجعوا لي شي على الإطلاق السوري والإماراتي مثلاً هذا رأيي والقطري والمصري والتركي لماذا هولم متفقين هو بيتفقوا يعني الإماراتي والقطري كيف بنيتون الإماراتي ما كانش عليك الحال سعودي كان بس الإماراتي ما كان الإماراتي حامل حملة الإخوان المسلمين بالعالم وبالمنطقة وكنا كلما نكتب كلام عن حماس يهجموا علينا جماعة الإمارات أنه جعل الإسلام السياسي الخطير المدرشول إلى آخره مش هيك؟ في خلطة خلص في دينا بيسموها مومنتوم بالعمل العسكري انطلق وصار واضح أنه يفرض معادلة روسيا ما خسرت خسرت كثير بعد في روسيا دولة عظمى بل سوريا وحتى لو خلونا القاعدة سنة سنتين وبكرة لما بتجي حكومة منتخبة بتقول إذا بتريدوا هاي القواعد نحنا ما بدنا أمريكا تحفظ نفوزها بسوريا بدون قواعد روسيا بشو بتحفظ نفوزها إذا ما عندها قواعد لذلك أعزائي أحبائي أنا فقط دعوتي هي أنه نفكر بعقل بعيدا عن الانفعالات وعن العصبيات مذهبية أو طائفية أو عقائدية أو كيانية أو فئوية سياسية أو أنا شغلتي وعملتي بدي تنمر بدي مرك هلا أنه أنا مثلا معارض للرئيس الأسد لأني أنا جاي من خلفية الإخوان المسلمين رايح بوت على منصة المباشر لناصر أندي إلا أكتب له كلمتين مثلا إذا هذا هو مستوى التفكير نعرف ليش وصلنا لهون مصبوط إذا هذا مستوى التفكير أنا أفكر بطريقة أخرى أنا أقول كيف أستطيع أن أجسر أكثر أن أخلق مساحات مشتركة أكثر أن أتجاوز الضغاء والأحقاد والعصبيات واللغة الشتيمة واللغة المراهقة السياسية لجيب الناس على محل تفكر أنه فيه قدامها عدو أنه هي إذا بتهمها منطقة تعيش باستقرار واستقلال وكرامة وعزة فما في مجال لها شيء ببقاء هذا الكيان على الأقل ببقائه قوياً كنا نقول بالأول بدون إزالته لا يكون لوين نزلت أهدافنا إضعافه بما أن هذا هو الهدف بدنا نفكر على مستوى الهدف بدنا نعترف بخصوصيات بعضه نتقبل بعضه نتحمل بعضه ونقبل بأنه نحن لسنا نسخة عن بعضنا لذلك أنا أدعو إلى هذا وإلى فتح العين على خطر كبير الآن وأنا باعتقد هذا الخطر الكبير هو بحد ذاته يعني تحدي وفرصة لأنه أنا رأيي الإسرائيلي الضعيف المهزوز من الداخل لا يستطيع ربح هذه المعارك بده يعملها فليه يعملها ستنفجر الضفة الغربية وسيفشل في الضفة الغربية وسيتحطم في الضفة الغربية والمشروع الكردي سيفجر المنطقة والتركي أد مكان ماشي مع الناتو ما رح فيه يمشي فيه والعراق ما فيه يمشي فيه وسيتوحد العراق وإيران ما رح فيها تمشي فيه ورح يرجع ينشأ وضع جديد بالمنطقة بس على مستوى النظرة للمنطقة من أبنائها يعني النظرة العربية أنا بيعتقد أنه فيه وقت بده يمر بس إن شاء الله بيكون أصير الوقت اللازم لتبلش تنهض بسوريا ثقافة مقاومة العدو من وين ما كانت جاي شو ما كانت خلفيتها لا يهمني شكل النظام في سوريا لا يهمني من يحكم سوريا أصلا أنا ما كان يهمني كان بيهمني فيه ما أقفوا من الاحتلال ما أقفوا من إسرائيل ما أقفوا من بناء قدرة عسكرية تقلق الإسرائيل نحن منعرف أنه العربي الوحيد الذي كان قادرا على تزويد المقاومة بغزة والمقاومة بلبنان بصواريخ باليستية وصواريخ متوسطة وهذا كانت سوريا بمصانعها هذا البلد العربي اللي كان عنده هذه المقدرات الآن يشطب عن الخارطة الآن فيك تختلف معه للرئيس الأسد بكل شيء داخلي بس لا تستطيع أن تنكر هذه النقطة أعيدوا بناء هذه النقطة وبرأيي فات الفوت ما عاد فيه إمكانية ما دمر دمر ولن يسمح بإعادة بناءه خلص على الأقل سنوات طوال طوال لكن الآن سوريا تحتاج إلى تعويض هذا الخلال لأنه فيه ضم جولان وهو حكي هلأ حكي قال نتنياهو أنه أنا الجولان ما فيه قوة بتشيلني منه والضم نهائي طيب هذا تحدي يعني كان ممكن تقول مثلا إذا بيعرض لنتنياهو انسحاب من الجولان مقابل اتفاق سلام شو بصير أنه إذا قال أنا بترك الجولان مقابل اتفاق سلام رح يطلع طيار كبير بشوريا بيقول ولما لا وبالتالي بتفهمهم بتقول والله تعبد سوريا أنهكت سوريا هذا الآن هو يقول بشكل صريح الجولان ضم نهائي ولا انسحاب من الجولان ولا سماح ببناء قوة عسكرية للجيش السوري نهائيا سوريا دولة منزوعة السلاح الثقيل هاي المعادلات الكبرى اللي بتهمه اللي بتعيش عقود وازمان وفي قلب هذه المعادلة هاي الأمور اللي بتستاهل الواحد أنه يوقف عندها وأنه يعني مش هلأ بيقدر الواحد أنه يتسلى ويتلهى ويخترع يعني خبريات وحكايات محلية آنية ظرفية شغلت له باله جاي على محلة حتى يتنمر عليها بس أنه هاي ما بتحل المشكل هاي لا تبني مجتمعات ولا تبني دول ولا تبني أمم ولا تدافع عن قضايا ولا تحمي أوطان أنا يعني القضية التي تهمني هي هذه ولذلك رغبت بأن أتحدث إليكم وهذا ما عندي لأقوله لكم ما عداها أنا لا أهتم له لا يعنيني ولن أشترك في النقاش حوله بصراحة يعني وأنا أفهم السوري المعارض والسوري الموالي الموالي اللي مأهور الآن وقضيته أنه نقول له هولي جماعة كذا وكذا 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 أنا ما رح أقولها الحكي لن أشتم الذين وصلوا الآن إلى الحكم واللي ناطر من هوليكي أنه قاله النظام كان كذا وكذا 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 كمان ما رح يسمعون مني أنا ما أعلمه أن النظام الراحل الذي سقط في سوريا كان نظاما بنى قدرات في وجه إسرائيل وساعد قوى المقامة على امتلاك قدرات ورفض أن يوقع ورفض أن يتنازل ورفض أن يطبع واتهامات أنه موي والإمارات ومدرشوا أخدوا منه توقيع أخدوا منه تطبيع طيب الآن النظام القادم في سوريا عليها أن يجيب على الأسئلة المشابهة التي عرضت على النظام السابق ولم يقبل وبنى قدرات مش حكي بس بنى قدرات إلو الإسرائيلي وبعد بده يمضي أيام وهو يدمر غارات مئات وألاف الغارات والصمت شهادة قبول وعليهم أن يصمتوا لأن هذا دفتر شروط وصول إلى دمشق هذا هو الموضوع شباب سلام القدس لكم وعليكم دائما وأبدا وإلى اللقاء غدا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر